خلينا ناخد على التليفون كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بيئة نادي الأهلي يا كابتن علي صباح الخير على حضرتك في البداية صباح الفول عليك ونوان دباك أهلا بيك وسعداء طبعا بيئة الأداء الواصل للفريق الأول لكرة السلة سيدات أداء أكثر من رائع محترم جدا شفنا كمان مطشاط قوية مش بس النتائج حلوة لا شفنا مطشاط قوية ده أكيد نتيجة كابتن علي جهد متواصل خلينا نعرف من حضرتك برضو الكواليس والأحاديث اللي كانت بتدور ما بين حضرتك برضو واللعبات بتوعنا تفضل يا فاند الحمد لله طبعا احنا ربنا على النقصة بتاع بارح ده دور السوبر ده ده أول مرة تعمل في البنان كان مهم جدا إلا هو يبقى موجود في هذه الأحاديث من نهاية الموسيق بتاع السعال فريدل بعد أما اكتبنا الدور المرتبط ودور السوبر كان جيم صعب كنا عملين له في سعب الزهات المطشط اللي هي وان جيم دي اللي مفيش تعويض وكان نالي اليو بلس بيلعب يعني بيقدر يعمل حتى دي كويس وان جيم ده كان هم مفاهم فيه عبر السالفات في كيزو سبورتينج في هاي كاس فقلنا عميش في سعب الحمد لله وكانت تتكلم عن بنياته بتاعه فربنا كرم الحمد لله هيل جدا طيب خليني أروح برضو محضرتك كابتن علي يعني والسؤال ده يمكن مقرر ولكن احنا حابين دايما ان احنا نحط ايدينا كده على هذه النقطة علشان هي اكيد فرقة عن نوادي كتيرة جدا فترة كان فيها مشاكل على مستوى العالمي فكرة هنا برضو ولكن احنا شفنا على الصعيد الاخر شفنا اداء اكتر من رائع في كذا رياضة في النادي اهلي ان لم يكن كلهم بالعكس كانت نتيجة التوقف يعني ايجابية جدا على النادي الاهلي فخلينا نعرف ازاي حضرتك برضو كمدير فاني هنا بنتكلم قدرت تتغلب على هذه الفترة الصعبة على الرياضة العالمية وان احنا نوصل برضو بمستويات زي كده وما نشعرش كمان ان اللعيبة بتوعنا تأثاروا باي شكل بسنا وانده يعني ساعة موضوع الكورونا ده اول يعني انا مش اقولك اللي احنا اوقفناش يعني احنا قلتنا حوالي بتاع شهر بعد بعدها يعني كده بدأنا اشتاكل خلاص في البيت موجودين يعني اعتبر ما اوقفناش خالص كنا ماشيين بالاحترانات دي على قد ما نقدر طبعا فناني وفي اي حتة والبلاد يعني كده هو موفقين جدا في الموضوع دوت احنا منتظرين دايما ان شاء الله بطولات وكل التوفيق وفخرين بيكو حقيقي كابتان علي بنشكرك جدا جدا كابتان علي هاشم المدير الفني لفريق الاول لكرة السلة سيدات باي شكرا